السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام في جزء رقم 12 من الفصل السادس هنتكلم عن الهاردنس تيست الهاردنس في الحقيقة معناها measures the resistance of material to penetrate by a sharp object يعني هو مقاومة المادة للاختراق بواسطة شكل حاد أو سعب نسميها تعالي نشوف أنواع الهاردنس سكيل ممكن يكون عندي ماكرو هاردنس وده أفر أول باك باك هاردنس وماتيريال ميجرد يوزينج لود أكتر من 2 نيوتين يعني أنا في الغالب بالماكرو دي لما أكون عاوز أشوف بشكل عام الهاردنس بتاعت الماتيريال كلها والغالب بستخدم لود أكتر من 2 نيوتين ميكرو هاردنس of material typically measured using a load less than 2 نيوتين using such test кноп or vickers يعني الميكرو هاردنس في الحقيقة بستخدم لود صغير جدا أقل من 2 نيوتين وفي الحقيقة ممكن تستخدم دي أو هي فيها نوعين من أنواع الصلاة إما أن تكون кноп أو تكون vickers هاردنس طيب أو يكون عندي نانو هاردنس والهاردنس of material measured at 1 ل 10 نانوميتر لانس سكيل using extremely small forces حوالي 100 نيوتين يبقى لو كان عندي نانو هاردنس في الحقيقة بستخدم ساعتها أو بتقيس من 1 ل 10 نانوميتر لانس سكيل ودي عشان أستخدم لها force صغيرة جدا حوالي 100 ميكرو نيوتين ترجمة نانسي قنقر